اشتركوا في القناة 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 اول شي لازم افهم ان تعريف الكيمياء العضوية وهسا تقريبا فهمنا شوية من هذا التعريف وراح خلال المحاضرة راح نشوف الضبط شنو هذا التعريف كذلك راح نتعرف الخصائص ذرة الكاربون اللي هي يهتم بدراستها فرع الكيمياء العضوية كذلك راح نعرف فرشي اسمه functional group ونتعرف شنو هاي functional group وشنو اهميتها بالنسبة للمركبات العضوية وكذلك راح نتعرف شلون انه تصنيف المركبات العضوية المختلفة يكون على اساس functional group تمام واخر شي راح نناقش النومنيكليتشر اللي هي طريقة تسمية المركبات العضوية وفقا للايو باك واللي هي هاي المنظمة المختصة بالكيمياء فهزا الintroduction الorganic chemistry اللي هي الكيمياء العضوية هي العلم الذي يهتم بدراسة مركبات الكاربون مثل ما اتفقنا ومركبات الكاربون جاي يقول انه هي اكو ملايين المركبات اللي حولنا جسمنا وكل الاشياء الحية اللي تحيط بينا هي عبارة عن ذرات كاربون بالاضافة الى آلاف المركبات اللي جاي نكتشفها يوميا وجاي نصنعها يوميا فهو عنصر هاي الوجودة حولنا زين بالنسبة لذرات الكاربون شنو اللي يميزها هاي السي اللي هي رمز ذرات الكاربون انه هي ذرة صغيرة الحجم عددها الذرة ستة مثل ما شوفوها هنا بهاي الصورة شوفوها هاي هاي ذرة الكاربون ذرة صغيرة الحجم الدور حولها شنو ستة الكترونات هاي الذرة بما انه غلافها الخارجي متكون من أربع الكترونات حرة منفردة عفوا فهي هاي الذرة لها قدرة انه تكون single double or triple بون يعني لها قدرة انه تكون آسرة منفردة أو آسرة ثنائية أو آسرة ثلاثية اللي هي الأواصر التساهمية يعني تشارك مع ذرات أخرى بتكوين أواصر تساهمية قد تكون مفردة قد تكون double اللي هي مزدوجة و triple اللي هي الآسرة الثلاثية زين النقطة اللي بعدها انه هي ذرة الكاربون تحمل electronegativity electronegativity هي الشحنة شحنة سالبة يعني عدها قدرة انه تجذب الألكترونات تريد الألكترونات هاي electronegativity مالتها تكون intermediate يعني متوسطة حوالي 2.5 شنو معنى electronegativity وشنو معنى متوسطة بالelectronegativity بصورة عامة إذا نحكي عن العناصر الكيميائية العناصر اللي تحاول تجذب الالكترونات بقوة لها أقول هاي electronegativity مالتها عالية والعناصر اللي ما تحب تجذب الالكترونات تكسب الالكترونات إلها أقول electronegativity مالتها قليلة بالنسبة لذرة الكربون فهي متوسطة زيان علي من تعتمد الالكترو negativity الالكترو بصورة أساسية تعتمد على درجة الموجب مال النواة الذرة فالذرة اللي تحمل بروتونات البروتونات اللي موجودة بالنواة اللي تحمل إذا كانت تحمل بروتونات معناها راح تجذب الكترونات من ذرات مجاورة تمام فذرة الكربون هي عدد هالذرة ستة فتعتبر متوسطة بالالكترو negativity يعني تفاعلها وسطي زيان شنو أهمية الالكترو negativity وشنو أهمية إنو أعرف هاي عالية أو هاي ناصية أو هاي متوسطة الالكترو negativity يمثلني درجة تفاعل الخلية يعني مثلا إذا خلية الالكترو negativity مالتها عالية راح هاي الخلية بأي طريقة تحاول تكسب الكترونات تأخذ من أي ذرة مجاورة إلها أما إذا ذرة نوعا ما متوسطة بالالكترو negativity راح التفاعلية مالتها تكون قليلة وهذا الشي هو اللي يخلي جسم الإنسان والمكونات هاي كلها تكون مستقرة بينما إذا كانت جسم الإنسان عبارة عن درنات كلها تحاول تتفاعل بأي صورة من الصور معناها شنو الجسم ما راح يكون مستقر تمام فصفة الكاربون إنو الالكترو negativity مالتها أو درجة الفعالية مالتها متوسطة مو عالية وهو عنصر فعالي ويريد يدمر أي شي في سبيل يحصل الالكترونات لا هو نوعا ما عنصر هادئ عنصر مستقر الالكترو negativity مالتها مع ذرات الهايدروجين ذرات الأكسجين وذرات النيتروجين ورح أشوف إنو معظم المركبات اللي بجسمنا هي متكونة من ذن الأربع عناصر مرتبطات مع بعضهم بس خلال المحاضرة رح تتعرفون على بعض المركبات العضوية اللي هي تتكون من ذن الأربع عناصر كذلك ممكن يسوي أواصر مع بعض المتالز اللي هي المعادل وهذه ذرة الكاربون مثل ما شفناها مساعة بالنسبة للكلاسيفيكيشن أوف كاربون شلون أصنف ذرة الكاربون بالمركبات العضوية تصنيف هي يتم على أساس شقد أكو ذرات كاربون محيطة بيها أو متصلة بيها يعني هاي ذرة الكاربون اللي موجود هنا شوفوها متصلة بكاربون مننا متصلة بكاربون مننا متصلة بكاربون مننا متصلة بكاربون مننا تمام فهاشي سموها سموها أو رباعية المرتبة تمام؟ لأن مرتبطة بأربعة بينما هاي مرتبطة باش قاد مرتبطة بهاي ومرتبطة بهاي ومرتبطة بهاي فشي يقولون عليها ثلاثية أما هاي مثلا مرتبطة بس بذرة كاربون واحدة فيقولون بيها شنو كاربون وحادي المرتبة تمام؟ وهكذا فأني الحد الأعلامية ل capabilities إنه اللي هو المرتبة الرابعة تمام؟ ليش؟ لأن آني ذرة الكاربون بغلافها الخارجي أكو أربعة الكترونات فممكن ترتبط بأربع اتجاهات ممكن ترتبط بأكثر فأقل مرتبة هي الواحد اللي هي هاي اللي مرتبطة بذرة كاربون وحدة وعلى مرتبة هي الأربعة وتشوفوا نقبالكم هاي ثلاثة مثلا واثمين هاي هاي تمثل مرتبة ثانية لأن مرتبة هنا ومرتبة هنا بكاربون فهذا هو يمثل تصنيف ذرة الكاربون اللي هو يتم على أساس عدد ذرات الكاربون اللي مرتبة بها زي أكو مركبات اسمها الهايدرو كاربون قبل لا نحكي عن الهايدرو كاربون ونقرأ السلايد المكتوب قبلنا شو تتوقعون هاي المركبات عبارة عن شنو من اسمها نفهم انه هي عبارة عن هايدرو اللي هو هايدروجين وكاربون اللي هو كاربون فبساطة الهايدرو كاربون هي مركبات مكونة من الكاربون والهايدروجين شوفوا احنا عرفنا التعريف بس من الاسم قبل لا نقرأ اي شي تمام؟ زين هاي الهايدرو كاربونز ممكن يصنفوها الى شغلتين اللي هي ساتوريتد هايدرو كاربونز وهنا عدي الانساتوريتد هايدرو كاربونز ساتوريتد يعني مشبعة تمام؟ مشبعة شنو يعني معناها كل ذرات الكاربون اللي موجودة بهاي المركبات تكون مرتقة بسينغل بونز يعني اواصر منفردة تمام؟ يعني ما ألقى هدشي ااصرة مزدوجة ولا ااصرة ثلاثية هاي الساتوريتد هايدرو كاربونز يسموها الكينز تمام؟ هاي الالكينز بسادس جنتم سموها الكانات تمام؟ فهاي الالكينز هي عبارة عن ساتوريتد هايدرو كاربونز مركبات هايدرو كاربونية مشبعة وشغلة مهمة هاي اللي خلت لكم ياها بالأحمر انه هي تكون open chain يعني عبارة عن سلسلة مو مركبات حلاقية المركبات الحلاقية لها تسمية أخرى ان شاء الله تمر عليناه بعديا فهي الالكينز هي مركبات هايدرو كاربونية مشبعة وتكون على شكل سلسلة open chain وأكو تسمية أخرى للالكينز اللي هي الاليفاتيك هايدرو كاربون فإذا سمعون الكين أو سمعون اليفاتيك هايدرو كاربون هنه نفس المعنى بالنسبة للانساتوريتد هايدرو كاربونز فهنه من اسمهن انساتوريتد غير مشبعة فممكن نلقى شنو double bond أو ألقى triple bond يعني آسرة مزدوجة أو آسرة ثلاثية وين بين الكاربون كاربون يعني مو ألقى آسرة مثلا مزدوجة ويالأوكسجين لو ألقى آسرة مزدوجة ويالغير عنصر ويقول هذا غير مشبع لا ألقى آسرة مزدوجة بين ذرتين كاربون أو ألقى آسرة ثلاثية بين ذرتين كاربون على اساس أقول هذا انساتوريتد هايدرو كاربون هاي الانساتوريتد هايدرو كاربون يسموها إذا كانت الآسرة مالتها double bond مزدوجة يسموها الكين تمام أما إذا كانت triple bond آسرة ثلاثية يسموها الكين تمام فهذا اللي أخذناها المشبعة الكين الثنائية الكين والثلاثية لتربل بوند الكين إذا تحبون تحبوها الكين بيها هذا حرف A واللكين بيها حرف E واللكين بيها حرف Y حسب الأبجدية الإنجليزية منه أول حرف حرف A فهو آسرة منفردة منه الحرف اللي وراء حرف E فهو آسرة ثنائية دبل بوند وآخر حرف هو حرف الواي اللي هو شنو آسرة ثلاثية كذلك عدي من ضمن المركبات الحلقية المركبات الحلقية اسميها الأرين الأرين مثل حلقة البانزين البانزين رينك هاية وتشوفونها غير مشبعة لأن بيه أكو هاية الأواصل المزدوجة ما بين ذرات الكاربون فهذا الهايدرو كاربون شنو هي عبارة عن مركبات تتكون من الكاربون والهايدروجين ممكن أصنفها إلى مشبعة وغير مشبعة والمشبعة شنو سميتها سميتها الكين بشرط أنه تكون عبارة عن أوبن شين مو مركب حلقي أما الأنساتوريتد هايدرو كاربون إذا كانت طبعا مركبات حلق عفوا سلسلة أوبن شين فأسميها إما الكين أو الكاين على حسب إذا كانت دبل بوند أو تروبل بوند وإذا كانت مركبات حلقية أسميها الأرين مثلها البانزين رينك سين هذا أيضا المخطط يعيد للحشي اللي حشيناه من السايدين السابقين إنه عدي هايدرو كاربون ستصنف إلى الساتوريتد أند انساتوريتد الساتوريتد سميتها الألكين والأنساتوريتد على حسب البوند بانتها إما الكين أو الكاين أو أرين اللي هي شنو هاي المركب الحلقي طبعا هاي الأسماء أو فوها بعدين هسا بالإخلال السلايدات راح نرجع نفهمها ونحكي عنها الشغلة الثانية المهمة بمحاضرة اليوم هي functional group شنو معنى functional group functional group هي عبارة عن ذرة أو مجموعة من الذرات شنو صفات هاي الذرة أو المجموعة من الذرات يكون ضمن مركب أو ضمن جزيئة وهنا اللي يحددن الخواص الكيميائية والفيزيائية لهذا المركب يعني مثلا عدي ثلاث ذرات من الكاربون ما عليكم بالأواصل عدي ذرات قلت لكم أنا طيتكم ثلاث ذرات كاربون وقلت لكم سووا لي من عدها مركبات ممكن تسووا لي عدد كلش كبير من المركبات هاي كل مركب من عده إلى خواص كيميائية إلى خواص فيزيائية تفاعلاتها تختلف شكلها يختلف كل شي بيه يختلف زين شلون هنة ثلاث ذرات كاربون شلون قدرتوا تغيروهن وسووا لي هاي الأشياء المختلفة من عدهن الجواب إنه شنو ضفتوا فانكشنال جروب مختلفة ضفتوا فانكشنال جروب مختلفة لكل واحد من عدهن بحيث تغيرت خصائص هاي ذرات الكاربون بالكامل من الانتقال من جروب إلى جروب فهذا طبعا خلال الأمثلة راح نفهم أكثر فبالنسبة للفانكشنال جروب على أساس هذا راح على أساسها إنه الكلاسز من المركبات العضوية إنه تصنيف المركبات العضوية ممكن أقول هاي المركبات هو عبارة عن كهول هذا الديهايد هذا كيتون هذا معروف شنو دن كلهم كلاسز أو أصناف من المركبات العضوية على أي أساس حددت هاي الأصناف على أساس الفانكشنال جروب وليش أنا أصلا جاي أصنف على موت تصنيفه بصورة عامة مو بس بالكيمياء العضوية تصنيف هو اللي سهل الدراسة فأني الأشياء المتشابهة أخليها بصنف وحدها تمام فمعناها ذني الموجودات بهذا الصنف يختلفا عن اللي موجودات بهذا الصنف فمن حيث الخواص الفيزيائية والكيميائية واختلاف كامل عن بعض هن البعض واللي خلاها المختلفات هو هاي الفانكشنال جروب كذلك السايت اللي هي تفاعلات هاي المواد بما أنه قلنا الفانكشنال جروب هي اللي يتحدد الصفات الكيميائية معناها هي اللي يتحدد طبيعة التفاعلات الكيميائية تمام فبما أنه الفانكشنال جروب مختلفة معناها كيميائية هاي المواد وطبيعتها وتفاعلاتها راح تختلف وكذلك الأساس النيمنج شلو الأسم من المركبات العضوية أكيد الفانكشنال جروب تعتبر مهمة بتسمية المركبات العضوية فالfunctional group هسا إذا أقول شنو فائدتها ليش functional group مهمة راح نقول على أساسها ممكن أصنف المركبات العضوية أحدد الclasses مال هاي المركبات كذلك أحدد خواصها الكيميائية وخواصها الفيزيائية والchemical reactions تفاعلاتها الكيميائية مع الأشياء والمركبات الأخرى وعلى أساسها أيضا نحدد naming تسمية هاي المركبات العضوية فأول هاي المركبات العضوية اللي راح نحكي عنا هو الكحول تمام الكحول هو عبارة عن شنو عبارة عن carbon وأجي أضيف لشنو hydroxyl group هذا الhydroxyl group اللي هي الOH هاي سموها hydroxyl زين هاي الكلمة قد تمر عليكم طبعا هي ممكن لش مهمة وما تعني لنا أي شي بالطب لكن بما أنه هي ضمن التعريف لازم نتعرف عليها اللي هي التيتراهيدرال كاربون أتوب التيتراهيدرال هي فشي يحكي عن ذرة الكاربون من أبوعلها بشكل هالي 3D تمام هاي السودة هي ذرة الكاربون وهذا اللي يحيطن بيها إنه ذرات الهايدروجين هاي الذرة تشوفون إنه ذني جايات بمستوى واحد ببلاين وحدة تمام بينما هاي مثلا طالعة لفوق هاي رايحة لورة تمام فأني من أبوعل ذرة الكاربون بصيغة هالي 3D إذا كانت بهالشكل هذا وأكو هاي الزاوية طبعا مو ألا تحفو هادش مجرد للمعلومة عندما تمر علينا كلمة وإحنا ما نعرف شنه هي وتدوخنا وأكو هاي الزاوية بين هذني يعني هاي هاي طالع لي هاتشي وهاي راجع لي وراء فأني أكو زاوية بينها هذني هي هاي الزاوية اللي هي قاية عليها 109 ونص فذرة الكاربون بالكحول بتكون صفتها هذا الشكل راح أشوفها إذا شفت الكحول بصيغة 3D راح أشوفها بهالشكل وطبعا بدل هاي ذرة الهايدروجين راح أخلي OH اللي هي الهايدروكسيل جروب مشرط هنا يعني ممكن هنا وممكن هنا وممكن هنا بأي مكان مجرد كمثال فأني أعدي شنو عدي تيتراهيدرال كاربون آتوم ذرة كاربون بهاي الصيغة اللي شفناها بالصورة مع إضافة هيدروكسيل جروب طبعا مو شرط ذرة كاربون وحدة يعني مثلا هزا هنا عدي ذرة كاربون مركب آخر بي ثلاثة أربعة إلى آخرين تمام المهم عدي الفنكشنال جروب اللي يحدد الخواص اللي يحدد التفاعلات اللي يحدد الاسم هو شنو هو الOH اللي هو الهايدروكسيل جروب اللي هو أشوفه بالكحول عدي مركبات ثانية اللي هي شنو هاي تشوفوها بالصورة قبالكم يسموها ألديهايد وكيتون هايذا الألديهايد وهذا الكيتون تشوفون الفنكشنال جروب اللي مقشرها بالدائرة يسموها الكاربوني القروب الكاربوني القروب هو عبارة عن ذرة كاربون مرتبطة بآسرة مزدوجة مع الأكسجين مثل ما شوفوها هناك باركم بالألديهايد هاي الكاربوني القروب تكون مرتبطة على الأقل بذرة هيدروجين تمام؟ بذرة هيدروجين واحدة على الأقل فممكن يعني هسا هذا CH3 يعني هاي ذرة كاربون وهنا شنو هاي الكاربوني القروب هاي وهنا الأش يعني ممكن ألقى أش هنا أنا أيضا يعني ذرة كاربون وحدة وأجمنة وأجمنة. يعني جاء أقول على الأقل ذرة هيدروجين واحدة. أما الكيتون فهاي الكاربوني لجربة لازم تكون مرتبطة بذرتين من أخرى من الكاربون. يعني هاي الكاربوني لجربة مرتبطة بكاربون هنا وكاربون منه. ممكن بعد أكو كاربون هنا وهنا وهنا إيه ممكن. وممكن بعد هنا وهنا إيه ممكن. تمام؟ ملافجة أقول أنا على الأقل. زين أسألكم سؤال إذا عدي Aldehyde عدي مركب أسمي Aldehyde بهاي الـ Functional Group ممكن هذا المركب يكون عبارة عن ذرة كاربون وحدة ممكن يكون عبارة عن ذرة كاربون وحدة ويكون بهالشكل C وهي الكاربوني الـ Group ومنها H ومنها H زين أسألكم بالنسبة للكيتون هل ممكن الكيتون أي مركب كيتون يكون عبارة عن ذرة كاربون وحدة أو عبارة عن ذرة من الكاربون الجواب لا لأن الكاربوني القروب بالمركب على موتي يكون كيتون لازم تكون مرتبطة على الأقل بذرة من الكاربون يعني لازم عدي كاربون منه أو عدي كاربون منه فأصغر مركب كيتوني هو عبارة عن ثلاث ذرات من الكاربون زين هزا خلصنا الألديهايد والكيتون اللي بعده هو الكاربوكسي القروب الكاربوكسي القروب هي تشبه الكاربوني القروب لكن مع إضافة الأو أج فالكاربوني القروب زائد ال-OH تسويلي functional group أسميها الكاربوكسيل وهاي المركبات أسميها كاربوكسيليك أسد وأكتبها مثلاً هذا عديد ذرتين من الكاربون ومرتبطات بهذا الكاربوكسيل القروب كذلك هنا هاي نفس المركب كتبها بصيغة أخرى وهذا نفس المركب كتبها بصيغة أخرى طبعاً أشهر صيغة يكتبونها بهالشكل أو إذا رادوا يكتبوا بهالشكل هاي غير شائعة الصيغة لكن هي نفس الشيء فاستخدنا ال-OH اللي هي ال-hydroxyly group وين شفتها بالكحول والكاربوني القروب وين شفتها بالالديهايد وبالكيتون الكاربوكسيل القروب اللي هي تشبه الكاربوني القروب لكن لازم تكون مرتبطة ب-OH على ما أسميها كاربوكسيل شفتها بالكاربوكسيليك أسد هذا الجدول يوضح ذن المركبات اللي حشينا عنهن ويوضح ال-functional group مثلاً احنا حشينا عن الكحولات للكحول حشينا عن ال-aldehyde حشينا عن الكيتون وبعض عن شنو حشينا عن الكاربوكسيليك أسد الكحول ال-functional group شا اتفقنا هي ال-OH عوفوا التسمية بعدين نرجع لها تمام ال-aldehyde قلنا منه ال-functional group الكاربونيل بال-aldehyde لازم الكاربونيل القروب مرتبطة بشنو؟ مرتبطة بذرة من ال-hydrogen على الأقل فالصيغة تكون كاربونيل القروب ولازم اكو H هنا بالكيتون ال-functional group ايضاً كاربونيل لكن لازم هاي الكاربونيل مرتبطة بذرتين من الكاربون على الأقل فهاي ذرة من الكاربون وههاي ذرة من الكاربون ممكن بعد اي ممكن بعد زين الكاربوكسيليك أسد هي ال-functional group بيهمني الكاربوكسيلي هاي شوفوا قوانكم اللي هي مكونة من كاربونيل و-OH فهاي كلها تعتبر functional group زين عدي الأماينز هاي اللي نجي ناخذها بعد خلال المحاضرة اي مركب كاربوني يعني يحتوي على الكاربوني يحتوي على ال-hydrogen بالاضافة اللي لازم اشوف به ال-NH2 اللي هي بنيتروجين ومرتبطة بذرتين من ال-hydrogen هاي ال-functional group يسموها الأماين تمام؟ وهاي راح اشوفها هواي بالأماينو أسد فهسا إذا أجي أحكي عن المركبات اللي حكينا عنها سابقاً وشلون أسميها؟ أول المركبات هن الألكينز أو الألكانات شنا نسميهن سابقاً هاي الألكينز إذا أريد أحد شصيغتها العامة أو قانونها العام هو هذا ال-CNH2N زائد 2 ال-N هي تمثل شنو عدد ذرات الكاربون فإذا أخذ عدد ذرات كاربون مثلاً 2 ذرتين من الكاربون عدد ذرات ال-H مفترض شا تكون لازم تكون 2 في N ال-N هي شنو قلنا 2 2 في 2 4 زائد 2 مفترض تكون شنو 6 تمام؟ فهاي شوفها الضغطكم C2H6 وهكذا بالنسبة للبقية زين شنو فائدة معرفتي بهذا القانون؟ فائدة معرفتي أنه مثلاً مني تجيب لي مركب أنا ما أعرف وهل هو الكين لو الكين لو الكين لو الكين لو شنو هو بالضبط ومثلاً هذا المركب بهوى إذا راتخوا ما قاعدة رسمه وأشوفه شنون وإنما شنو آخذ العدد وأشوف يا قاعدة تنطبق عليه مثلاً هذا إجاني C6H14 بالامتحان أريد أعرفه شنو هو هذا الكين الكين لو شنو يعني أشوف إنه C يمهى 6 اللي هي هاي ال-N ال-6 هي ال-N تمام؟ فال-N إذا أجد أحطها بقانون أقول 6 فيه 2 اللي هي هاي ال-2 راح تطلع 12 زين أنا عدي 14 معناها لازم زائد 2 معناها شنو تطبق عليها هذا القانون إذن هذا المركب الكين فمن أجي أريد أسميه راح أسميه وفق لقانون تسمية ال-L-Cains اللي هو هسا راح أجي أشوفه بهذا السلاد طريقة التسمية إنه أستخدم هاي البريفيكس هاي البادئات هاي البادئات طبعاً ما راح علينا سابقاً ذني الميث إيث وبروب وبيوت أكيد شدتوا حافظي هنا أغنية معينة أو معرف شنو المهم هذين الميث والإيث والبيوت هن عدد ذرات الكاربون اللي موجودة بالمركب يعني إذا مركب بذرة كاربون واحدة أستخدم هاي البادئة ميث وإذا بذرتين أستخدم إيث وثلاثة بروب بيوت أربعة وهكذا تمام؟ وبعدين أضيف لها السفكس اللي هي الملحقة اللي هي الأين فأقول مي ثين ميث ميث وأضيف لأين إذا كان الكين إذا هو هاد هذا ميثين وإذا كان مثلاً بيثنياً مثل هذا يصير إيث اللي هي تدل على ذرتين من الكاربون والأين اللي هي تدل على الكين عفوا والبروب اللي هو ثلاث ذرات من الكاربون وإياها أين نشوفون هاي كلها هاي المركبات هاي بالنسبة للأل كينز زين بالنسبة للأل كين اللي هي شنو تحتوي على آصرة مزدوجة بين ذرات الكاربون اللي هو شوفوها بالصورة هنانا هاي الأل كينز اللقاء أخرى دمارتها تكون سيئاً أجتوئاً يعني مثلاً عندي ذرتين من الكاربون يعني سي تو والأتش قد لازم نصير ثنياً فيه ثنياً يعني أتش فور تمام؟ زين أسألكم إذا عندي ذرة كاربون وحدة المفروض شنو؟ المفروض تجابوني أنه ما يصير مركب الكين بذرة كاربون وحدة ليش لأن الآصرة المزدوجة لازم تكون بين ذرتين من الكاربون فأصغر الكين هو عبارة عن ذرتين من الكاربون زين إذا أسألكم شنو الفونكشنال جروب بهاي المركبات؟ الفونكشنال جروب بالحقيقة هنا هي الكاربون كاربون دبل بون هي الآصرة المزدوجة لأن الآصرة المزدوجة هنا هي اللي يتحدد لي خصائص هذا المركب هي اللي يتحدد لي تفاعلات هذا المركب وعلى أساسها أيضا أسمي هذا المركب فطريقة التسمية هنا أنه أستخدم نفس ذنيش البادئات اللي هنا إيث بروب بيوت وذني على أساس عدد درات الكربون وضيف لها الملحق الإين تمام اللي هو هذا موجود بالألكين تمام فأقول إيثين بروبين هكسين مثل ما جايش يشوفون بالصورة وبالنسبة للآصرة المزدوجة طبعا يستخدمون أرقام على موضع يحددون مكان هاي الآصرة يعني ولازم يبدون ترقيم من المكان الأقرب للآصرة المزدوجة يعني إذا أجي أريد رقم هذا المركب ما راح أبدي منه لا أبدي منه على موضع شنو يكون الآصرة المزدوجة تاخذ أصغر رقم فأبدي واحد اثنين ثلاثة وأقول هذا واحد هكسين هكسين ليش؟ لأن بيسد ذرات من الكربون فاستخدمت الهكس وضفت لها الإين وشنو قلت واحد لأن الآصرة المزدوجة موجودة برقم واحد ما أقول الآصرة المزدوجة أبقيها أصغر رقم ممكن هنا أنا شنو هذا هم واحد هكسين وضفت لها عدة هذا برانش فرع طالع من عدة فرع موجود برقم أربعة وهو عبارة عن درة كربون وحدة درة الكربون وحدة شي سموها ميث فأربعة يعني مكان للفرع وعدة درات الكربون هنا ميث فأقول أربعة مثل واحد واحد هاي مكان الآصرة هكسين تمام؟ فهمتوا الفكرة كذلك هنا أجي أرقب واحد اثنين ثلاثة بديت منين من المكان الأقرب للآصرة واجيت أريد أسمي شفت أول شي مكان للفرع هذا البرانش الطالع وأكو فرع طالع اللي من رقم اثنين وأكو فرع طالع اللي من رقم ثلاثة الفرع الطالع اللي من رقم اثنين عبارة عن درتي من الكربون هاي كربون وهاي كربون تمام؟ فأقول اثنيا أثل اللي هو درتي من الكربون يسموها الأثل درتي الكربون الوحدة شي سموها ميثل فاثنيا مثل هاي الميثل موجود برقم اثنين المثل موجود برقم 32 أثل ثلاثة مثل وهي المركب كله شي سميه أسميه لأنه عبارة عن خمس درات من الكاربون هذا هيكسين عبارة عن ست درات من الكاربون فهذا المفروض فيها من هاي الفكرة المركبات الأخرى اللي هي الهايدرو كاربونز الغير مشبعة هي الالكاين اللي هي عبارة تحتوي على الاتريبل بوند الأسرة الثلاثية هاي الالكاين صيغتها العامة هي CNH2N ناقص 2 فهناك بالالكاين كانت 2N زائد 2 بالالكاين صارت بس 2N وبالالكاين صارت 2N ناقص 2 وفهمتوا فكرة هاي إنه جد ما عدي أين ذرات من الكاربون أطبق الأن هنا وأحدد ذرات الهايدروجين فهذا الفنكشنال جروب بالالكاين عدي هي الكاربون كاربون تروبل بوند هاي التروبل بوند هي تعتبر الفنكشنال جروب اللي يتحدد للخواص الكيميائية والفيزيائية على أساسها تتم التفاعلات وعلى أساسها التسمية تكون زين طريقة التسمية مثل سابقاتها أيضا أستخدم البادئة اللي تعتمد على عدد ذرات الكاربون وأضيف لها السفكس هاي الأين الأين اللي هي الموجودة بالالكاين وكذلك من أجي أرقم أرقم من المكان الأقرب للآصرة المزدوجة للآصرة الثلاثية أفهم وفهنا بديت أرقب من واحد ثلاثة أربعة أربعة يعني شنو بيوت وأضيف لهذا بيوت شنو أضيف له آين فأصير بيوتين وهذا الأصرة الثلاثية وين موجودة؟ موجودة برقم واحد فواحد بيوتين زين عدي فرع فرع موجود برقم ثلاثة والفرع عبارة عن ذرة كاربون وحدة فأسميه ثلاثة مثل واحد بيوتين تمام؟ زين هذا المركب منين أبدي أرقم أبدي مننا لو أبدي مننا من الأقرب للآصرة الثلاثية مننا أكيد فواحد ثلاثة أربعة هو عبارة عن سبع ذرات من الكاربون فالسبعة هي هبت تمام؟ هبت أضيف له شنو؟ أضيف له هبت هذا الهبت أضيف له شنو؟ آين تمام؟ وطبعا أحتي لازم مكان الآصرة الثلاثية هي رقمها ثلاثة فثلاثة هبتين زين بالنسبة للفروع شنية الفروع عدي فرع فقط في ستة زين بستة عدي فرعين مو فرع واحد فذن الفرعين أقول ستة 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 يعني فرعين زين هذن الفرعين عبارة عن شنو؟ عبارة عن ذرة كاربون هنا وذرة كاربون هنا فذرة الكاربون الوحدة هي مثل فأقول داي مثل داي يعني اثنين والمثل يعني ذرة كاربون وحدة فداي مثل موجودات وين؟ برقم ستة والهيبتاين اللي هو الاسرة الثلاثية الموجودة في رقم ثلاثة فثلاثة هيبتاين زين فهيسا كقاعدة عامة للتسمية للجنرال سيستمان الايوباك هي المنظمة العليا للكيميا اللي هي اللي تقرر هاي القوانين النخص اللي حيشانا سابقا انه اني لازم عدي بريفكس ولازم عدي انفكس ولازم عدي سفكس البريفكس هي البادئة البادئة هي اللي يتحددلي number of carbon atoms اللي هي عدد ذرات الكاربون مثل ما قلناه myth, eth, but, prob اذا اخر هاي كل وحدة يدلي على عدد معين من ذرات الكاربون اما الانفكس اللي هي الوسط وسط الكلمة وسط الاسم يحددلي كاربون كاربون بوند يعني طبيعة الروابط او الاواصل بين ذرات الكاربون هل هي مفردة هل هي مزدوجة او هل هي ثراثية اما السفكس فتحددلي يعني التصنيف هذا المركب العضوي هل هو مجرد هيدروكاربون هل هو بخول هل هو الديهايد هل هو كيتون الى اخره وهاي اقبالكم الانفكس والسفكس وخلال الامثلة راح نفهم اكثر فالانفكس عدي اين وين والاين الاين هي شنو من يكون عدي سينجل بوند الاين من يكون عدي دبل بوند والاين من يكون عندي تروبل بوند من الكين الكين والكين يعني مفرد شي غريب هذا اما السفكس فهي شنو ذني اللي يحددلي الكلاسات ما للكمباون اذا بس حرف اي هذا هيدروكاربون هزا خلال الامثلة تشوفون والال هو كحول ال الديهايد اون هو كيتون و اوسيك اسيد هو الكاربوكسيليك اسيد فخلنشوف الامثلة حتى نفهم اكثر مثلا ناخذ مركب عضو قبل لا نقراهن ناخذ ثلاث ذرات من الكاربون الكاربون اللي ثلاث ذرات شه يسميه يسميه بروب مو صحيح؟ هذا يذلي على عدد ذرات من الكاربون اذا عدي اصرة مفردة شاذيف اضيف ان فيصير بروبان اذا عدي اصرة مزدوجة اضيف ان يصير بروبين اذا عدي اصرة ثلاثية تروبول بوند اضيف ان فيشي يصير بروباين خلنرجع لدي ذاك الجدول الاحسان على المود نركز وهي الجدول الش مكتوب بي والمثال ما لاتنا فصار بروبان بروبين وبروباين مو الهنا واضح؟ زين نيجي للسفكس اخر كلمة اذا كان هذا مجرد الثلاث ذرات من الكاربون الموجودات هنا بغضاء ما عليكم بالآصرة حددناها من ساعة احتينا عنه اذا كان هذا بس عبارة عن كاربون وهايدروجين ما بي اي شي ثاني راح بس اضيف الحرف اي فاقول شنو بروب وحسب اي وحدة استعملت من ذني ان او ان او وشو مثلا خلناخذ الاولى بروبان تمام فمعناها هذا عبارة عن هيدرو كاربون اما اذا لقيت هنا OH فاشيل هاي ال E واخلي اول بروبانول معناها هذا كحول اذا لقيت بدل هاي ال OH شيلوا هذا ال OH لقيت هنا O هاي ولقيت هنا H هاي شنو هاي الكاربوني لقروب هاي الكاربوني لقروب ومرتبطة ب H معناها Aldehyde فاقول بروبانال تمام بروبانال يعني هذا Aldehyde اذا لقيت بدل هاي هنا لقيت هاي الكاربوني لقروب ولقيت هنا كاربون معنا مرتبط فمعناها هاي عدي كاربوني لقروب مرتبطة بكاربون منا ومرتبطة بكاربون منا معناها هذا كيتون فاضيف النهاية ON فاقول Beropa اللي هنا بروبانون تمام هاي البروبانال الulan lardy اللي يدي لعلى عدد الدرج بروبانون اذا عدي هنا كاربوكسيليك أسيد. كاربوكسيليك أسيد يعني هاي الكربون اللي القروب منا هاي O. ومنها شنو? O H. مو صحيح. هاي كاربوكسيليك أسيد. فاقول بروب نفس الثذرات من الكاربون. وان اللي هي شنو هذا الانفكس اللي يدل على الأواصل. وأضيف لها أوك أسيد. فبروبانوك أسيد صار. معنا هاي بروبانوك يعني كاربوكسيليك أسيد. لنا المفروض فهمنا هاي السافكس والإنفكس والسافكس. بريفكس على شنو يدل على عدد ذرات الكاربون بالمركب. الإنفكس يدل على طبيعة الأواصل ما بين ذرات الكاربون. ما تدلي على هاي الآصرة هاي الآصرة بين الكاربون والأكسجين. إذا لقيتها ما لدي علاقة بيها. أنا أحكي عن الآصرة ما بين كاربون كاربون. أما السافكس فهي class of compounds يعني شنو هو? هل هو هيدرو كاربون? هل هو بحول? هل هو aldehyde؟ هل هو كيتون أو هو كاربوكسيليك أسيد؟ وهذا أمثلة أخرى بتحشي المفوضوع. إذا عدي مثلا هذا أول مثال مثال اللي أخذنا بروب. خلي نبوع لشي اسمه للمثال ونسميه خلنحسب أول شيء يدي واحد اثنين ثلاثة ثلاث ذرات كاربون إذن أخلي بروب عدي شنو عدي آسرة مزدوجة فأضيف هذا المشي اسمه هذا يديل على عدد الذرات هذا يديل على نوع الآسرة زيان تشوفون ذرة أخرى غير ذرة الهايدروجين فقط ذرة الهايدروجين يعني هذا مرتب هيدرو كاربون فأضيف الحرف اي فصار برو بين تمام زيان بدون ما تبعون للإسم خلي نسمي هذا واحد نحسب ذرات الكاربون واحد اثنين معناها ذرتين كاربون فأستخدم البادئة إيث تمام يعني هسان عدي ذرتين كاربون تشوفون آسرة مزدوجة ماكو آسرة مزدوجة فأضيف الانفكس آن فإيثان وهنا عدي أو أتش اللي هو كحول فأضيف أول المقطع فصار إيثان نون زيان هنا أجي أحسب واحد اثنين ثلاثة أربع أربع ذرات من الكاربون معناها أستخدم بيوت تمام اللي هي البادئة زيان أكو آسرة مزدوجة بين ذرات الكاربون ماكو آسرة مزدوجة بين ذرات الكاربون ما لعلاقة بهاي هاي هوية الأكسجين فأستخدم الآن بيوتان هسا صار زيان أنا عدي هاي كاربوني القروب هاي الكاربوني القروب ما شنو وكاربوني القروب ما مرتبطة بالش هنا وإنما مرتبطة بكاربون فكاربون منا وكاربون منا وهاي الكاربوني القروب معناها هذا شنو هذا كيتون فيصير شنو بيوتان وضيف لأون فصار بيوتانون زين اجي احسب هنا كم ترد كربون واحد اثنين ثلاثة اربعة هم اربعة يعني بيوت زين اكو اصرة مزدوجة ماكو اصرة مزدوجة زين هاي الكربوني مرتب طب اتش فهذا الديهايد فصار بيوتان نال مصحيح هاي خلنجي نحسبها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة يعني بنت شوفوا انا جاء امشي هاي البنت اكو اصرة مزدوجة ماكو اصرة مزدوجة حتى الان اكو شنو الفنكشنال القروب اللي شوفوا هنا هاي كاربوني اللي هنا ومرتب طب او اتش يعني هاذا شنو كاربوكسيلك اسد فاضيف اوك تمام فصار بنت هاي ما قاتبه بنتانوك اسد تمام بنتانوك اسد هاذا مركب شنو مو اوبن شين وانما مركب حلقي فاسمي نفس طريقة تسمية الذنيشة لكن اضيف بالبداية سايكلو كلمة سايكلو يعني حلقة فاجي احسب كم ذرة كاربون موجودة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ستة يعني هكس تمام هاي الهكس واكو اصرة مزدوجة شوفوها قبالكم ماكو اصرة مزدوجة اشوفها قبالي فاخلي الان زين الفونكشنال جروب شنوية او اتش اللي هي كحول فيصير هكسانول زين اكو شي ناقص ايه اكو شي ناقص انو هذا مركب حلقي فاضيف له سايكلو فيصير سايكلو هكسانول وهنا لقبالكم عدي ذرة يمنى الكاربون فاستخدم ايث وعدي اصرة ثلاثية استخدم شنو اين وعدي عدنا فونكشنال جروب غير هاي الاصرة الثلاثية ما جايشوفون لا او ايش لا كاربوني لا اي ثاني فمعناها شنو اضيف حرف اي فيصير اي ثاني وهنا نقبالكم عدي شنو عدي ذرة يمنى الكاربون هم ايث وعدي شنو عدي اصرة مزدوجة عدي ثلاثية ما عدي فاضيف آن وشنو الفونكشنال جروب المميزة هنا هي الان اتش تو اللي هو الاماين فاقول اي ثان واضيف لها الكلمة اماين فايثان اماين تمام اغلب الاحماض الامينية هي تحتوي على هذا المقطع اماين اه لهنا تكون خلصة محاضرتنا اتمنى تكونوا استفاديتوا واستمتعتوا بالمحاضرة اي سؤال لا تترددون انو تضرحونا واتمنى لكم يوم سعيد ومع السلام اشتركوا في القناة